أول علاج من هذا المرض الإكثار من تلاوة الكرآن الكريم أكثر من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى الكرآن يعالج ويربي سبحانك يا رب وينمي لأن الكرآن نفسه يعني سبحان الله يعني شوف الكرآن لو نزل على صخر هذا الصخر يتصدع من خشية الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا الكرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعل لهم يتفكرون هذا المثل يضربه الله للناس لعلنا نتفكر في أمرنا ونتفكر في حالنا القرآن إذا نزل على جبل يتصدع وينشق يبقى لو نزل على النفس على القلب يبقى الإنسان يخشع ويخضع والخشية تتحول من مرض من الحالة المرضية إلى الحالة العبادية إلى الحالة الخلقية إلى الحالة الربانية ده اللي أعوزوننا أحبابنا الكرام أيضا حضور مجالس العلم حضور مجالس العلم وسماع العلماء والجلوس تحت أيدي العلماء والتعلم على أيدي العلماء الربانيين الثقة الذين يحملون هذا العلم ده يجعل الإنسان يتحول من الخشية المذهومة إلى الخشية المحمودة بدل ما يخشى الدنيا لا ده يخشى الأخيرة بدل ما يخشى من فوات الرزق يخشى من فوات رضا الله سبحانه وتعالى بدل ما يخشى الناس يخشى خالق الناس ورب الناس وملك الناس وإله الناس لذلك الكرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء فلما تجلس مع العلماء أهل الخشية الخشية على فكرة معدية تتعدى منهم خشية من الله سبحانه وتعالى الكرآن الكريم لما وصف سيدنا عبد الله بن أم مكتوم الذي ذهب إلى رسول الله يطلب العلم وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فالخشية طلب العلم وحضور مجالس العلم تورث القلب خشية من الله جل ذكره ده اللي احنا عاوزونه أحبابنا الكرام وأخيرا سماع القرآن كثيرا ثم بعد سماع الاتباع والتنفيذ ده يلقي في القلب الخشية إنما تنذر من اتبع الذكر وخشية الرحمن بالغيب اتباع الذكر وتنفيذ أوامر الله وطاعة الله وطاعة الرسول يورث العبد خشية من الله سبحانه وتعالى إذن أحبابنا الكرام الأفاضل رضي الله عنكم وأرضاكم وبرك الله فيكم اليوم عشنا مع حديث القرآن في علم النفس وهو يتحدث عن أغوار القلب والأنفس فذكر لنا الكرآن الكريم صور الخشية المذمومة التي لا ينبغي أن تكون عند المسلم ولا في قلب المسلم ولا في روح المسلم الخشية من الناس، الخشية من الأعداء، الخشية من الفكر، الخشية على الأولاد، الخشية من المستقبل الخشية من كساد التجارة والأرزاق، الخشية من فوات الأرزاق دي أمراض وذكر القرآن الكريم لنا الدوافع والأسباب من هذه الأمراض وبين لنا القرآن الكريم يعني صور أو طرائق للعلاج أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبي وقلوبكم خشة من الله سبحانه وتعالى وأن يرزقنا الخشية من الله والخشية من عذابه والخشية من هيبته والخشية من جلاله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي القلوب من الخوف من غير الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن ينزع من قلوبنا الخوف على الرزق والخوف على المستقبل والخوف كل أنواع الخوف المرضي أسأل الله أن يجعل قلوبنا تقية نقية صافية سليمة آمين